الحقيقة الحديث ليست قضية معزولة أو استثنائية وهناك أناس ربما يعني الخطأ واضح على ملامحهم وعلى سماتهم لكن هناك آخرون الخطأ مدفون في شخصياتهم أو في ذكرياتهم لما تقرأ إحصائيات الإدمان أين كان الإدمان؟ إدمان المخدرات إدمان مشاهدة المواقع الإباحية إدمان حتى عمليات السرقة والنشل لا لحاجة ولكن لإعتياد وحب التملك إدمان الإنفعالات الجنسية هناك أنواع من الإدمان لها إحصائيات وأرقام في كل بلاد العالم وتكثر وتقل وما لا تكاد تجد إنسان إلا وعنده جانب ضعف أو جانب خطأ أو على الأقل إن لم يكن عنده في واقعه الآن ربما تقول في تاريخه في مرحلة من مراحل حياته ربما زلت بالقدام البيئة التربية المحيط المؤثر فيه ضعف الرقابة المدرسة إلى آخره الحق يقال أن هناك نقص وعجز كبير في التعامل مع الخطأ ومع المخطئين وغالبا ما يكون التعامل سواء من المدرسة أو من الأسرة أو من المجتمع نفسه غالبا ما يكون التعامل سببا في تكريس هذا الخطأ أو في اختصار هذا الشخص في الخطأ وإنا أعجبني تعليق يعني سمعته منكما في غير هذا المجلس يعني قضية اختصار الإنسان في خطأ هذه كلمة ليست البسيطة قد يكون هذا الخطأ خطأ علمي يا أخي إنسان اجتهد في مسألة ولم يوفق فيها للصواب سواء كان من العلماء السابقين أو من العلماء المعاصرين تجد أنه إذا ذكر فلان لا نستطرد في الثناء عليه والإعجاب به والمدع والثناء إلا ولابد أن نشير إلى هذه الزلة نعم ولكن فكأننا نقدم هذا الخطأ وكأننا نضعه هو العنوان أو المدخل أو البوابة هذه كارثة هذه مشكلة وأذكر القصة عن إيسا الكلمة المشهورة عن لما يقول أيكم كان بلا ذنب فليرمها بحجر يعني من نحن؟ قد تجد إنسان يمارس في سره أشياء بشعة ولكنه يشارك مثلاً في فضيحة تتعلق بفلان أو فلان في شبكة من الشبكات الإجتماعية وقد يتكلم بشدة وينسى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سترى مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة